لا إسرائيل دلوقتي في مرحلة تانية تماماً إسرائيل قبل 7 أكتوبر غير إسرائيل بعد 7 أكتوبر بالمناسبة أي بس حاطة الكولتيري دلوقتي مصطلح مهم جداً هي أنقذتهم من ناحية طبعاً وحطت رقابته تحت السحر طبعاً لأنه هو بالنسبة له بين يمين نتنياهو ده حصل في حكومته بس خليني أقول هو نتنياهو حتى هذه اللحظة لا يتحمل مسؤولات كاملة عن هجوم 7 أكتوبر لو جينا حللنا الهجوم هلأ أن العملية بتاعة حماس تم الاستعداد لها من سنتين سنتين ده كان في حكمه مش بين يمين نتنياهو كان في حكم يقير لبيد ونفتالب بنت حكومة تانية بمعنى أصح يعني لو هنيجي نقول أن أنت كنت فينه سنتين بيتم دي المعلومات اللي ظهرت من إسرائيل أن هذه العملية اللي قامت بها حماس تم التخطيط لها والتدريب عليها قرابة سنتين هما كانوا باستعدوا لده في سنتين فما كانتش في حكومة بين يمين نتنياهو لو ابتدوا هما يفكروا ابتدوا يتدربوا فلو نقول من اللي يتحمل العب البداية فممكن نقول أن هي الحكومة التانية من ناحية التانية اللي حصل له شقين شك عسكري وعملياتي وشك تاني شك سياسي بمعنى أن بين يمين نتنياهو هو يتحمل المسؤولية السياسية عن اللي حصل لأنه كان سياسته خلال عشر سنين اللي فاتت حتى نقول ما رجع للحكم في 2009 أنه هو يقوي حركة حماس في مقابل إضعاف السلطة الفلسطينية بمعنى أنه هو يمنح تسهيلات لحركة حماس تسهيلات بمعنى أنه هو عمال طفل عايزة حالة الانقسام يعني عايزة حالة الانقسام وهو شايف أن حركة حماس هو بيتفاوض معها بشكل غير مباشر عن طريق الوسطاء وعلى رأسهم مصر وكانت نظرياته السلام الاقتصادي بمعنى أنه لو ديتهم فلوس مش هيعملوا ضدي عمليات ونظرية دي أثبتت فشلها بالمناسبة يعني هم اشتغلوا عليها سنين طويلة والفلسطينيين مش دي الطريقة اللي هي نفعت معاهم فهو كان بيقوي حركة حماس في المقابل كان بيضغط على السلطة الفلسطينية نتنياو كانت عنده رؤية كانت عنده أيدولوجيا حتى كانت راحة في الكتاب بتاع اللي هو رجل تحت الشمس هو قال أنا سياستي من أن أنا هخلي الانقسام موجود أو أن هلعب على أن أنا مش عايز أعمل حل الدولتين وعشان ما عملش حل الدولتين لازم أخلي الوضع الفلسطيني غير مؤهل لحل الدولتين هتفاوض مع ميني فكيف يكون مره مؤهل هتفاوض مع ميني أعود مع بعض الأول إن ما يكونش فيه قائد واحد أتفاوض معي فابتدي أقسم فهو مقسم في حماس ادهق بعد الادهق القوة وضغط على السلطة الفلسطينية اللي هي أصلا عندها الشرعية أكتر بالزبط بمعنى أنه فخل الوضع أنه لما حد يجي يقوله أنت بتعملش سلام لي وكان معزز الوضع الراهن وكان في نفسه وكانت أيدولوجياته ودي نصها نص التاني إن هو يسرع عمليات التطبيع مع الدولة العربية بدون حل الأداء الفلسطينية